اشتركوا في القناة 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 طيب لو سمنا العدد الاول سين العدد اللي بعدها يباسمه هيزيد اتنين هيباسمه سين زائد اتنين اللي بعده سين زائد اربعة اللي بعده سين زائد ست وهكذا يبى الطبيعي كل ما تروح تزود واحد اما الزوجة والفردي كل ما تروح تزيد اتنين نبدأ في المسال المسال بتاعتها بتجي مسال لفظية المسال اللي مكتوبة بالعرب دي احنا هنحولها المعادلة وبعد ما نحولها المعادلة لباقي سهل المهمة ترجم العربي ده أخليه رموز تعالوا درون ترجم بيقول لي أوجد العدد الذي إذا أضيفه إلى ضعفه أربعة كان الناتج عشرة أوجد العدد الذي إذا أضيفه إلى ضعفه أربعة كان الناتج عشرة هو هنا عايز عدد فأول حالة أقول له نفرض أن العدد الذي أنت عايزه سين هسمي العدد ده سين الذي إذا أضيفه أضيفه يعني هنجمع هنجمع على مين هنجمع على ضعفه أربعة العدد سمنا سين ضعفه هيباس مه 2 سين ضعفه ده هنجمع عليه أربعة يعني هنقول زائد أربعة كان الناتج عشر يعني ساوي عشرة فكده أنا عملته معادلة بعد ما أعمل المعادلة دي بجيبس سهل تاني أوجد العدد سميت العدد ده سين الذي إذا أضيفه أضيفه يعني هجمع أضيفه إلى ضعفه أربعة ضعفه اللي هو 2 سين هضيفه أربعة بزهد أربعة كان الناتج دي يعني يساوي كان الناتج عشرة يساوي عشرة فأنا الكلام عندي بجي عربي حولت رياضة أضيفه إلى ضعفه ضعفه اللي هو 2 سين أضيفه يبه هجمع هجمع حكام هجمع أربعة كان الناتج عشرة البجي سهل البجي معادلات أسبت 2 سين أودل 4 بعكس الإشارة 10 ناجس 4 2 سين بتساوي 6 هكسم على الاتنين وعلى الاتنين الاتنينات تروح 6 على الاتنين فيها التلاتة هو هنا بيقول لي أوجد العدد فمش هنكتب مجموعة حل أقول له العدد هو تلاتة أنت طالما فردت صح وكونت المعادلة دي صح البجي كله بيبقى سهل طب لو أنت عايز تتأكد من حلك هو أجل أضيفه إلى ضعفه أربعة التلاتة اللي أنت جبتها دي هالضعفه يعني ضربها في اتنين هتبقى 6 ضيف لها الأربعة اللي هو أجل عليها 6 و 4 10 سوت فعلا 10 ناخد مثال كمان السؤال الثاني بيقول لي أوجد العدد الذي إذا طرحه من ثلاث أمثال وتسعة كان الناتج 6 أوجد العدد فهنفرض أن العدد ده سين هنسمي العدد سين الذي إذا طرحه طرحه يعني هنطرح هنطرح من مين هنطرح من ثلاث أمثال وتسعة العدد سمنا سين ثلاث أمثاله يبقى اسمها ثلاثة سين هنطرح منها تسعة يبقى ناجس تسعة كان الناتج 6 يبقى بيساوي ست يبقى العدد أنا سمته سين طرحه من ثلاث أمثال وتسعة ثلاث أمثاله اللي هو ثلاثة سين جل طرح منها تسعة يبقى ناجس تسعة كان الناتر الستة يبقى نسويها بالست طالما كونت المعادلة لبقى سهل هسيب بالتلاتة سين وهد السلب تسعة بعكس الإشارة ستة زات تسعة تلاتة سين هتسوي خمستاشر هكسم على التلاتة وعالتلاتة خمستاشر على التلاتة فيها الخمسة وقوله العدد هو خمسة المراضي مش عدد المراضي عددان عددان أحدهما ضعف الآخر واحد ضعف الثاني ومجموعهما خمستاشر بما نجمعهم مع بعض يديني خمستاشر عايز العددين طالما عددين يبقى هنفرض الأول حاجة والتاني حاجة هنسمي الأول دايما سين التاني على حسب المسألة بيقول لأحدهما ضعف الآخر التاني ضعفه يبقى اسمه اتنين سين يبقى عدد سمنا سين وعدد سمنا اتنين سين طب كده فرضنا عايزين نعمل معادلة هنعملها منين من الكلمة دي جل مجموعهما خمستاشر يعني لما أجمع السين مع الاتنين سين هيسوي خمستاشر فكده أقدر أعمل معادلة سين زائد اتنين سين ونسويهم بالخمستاشر عددين أحدهما ضعف الآخر سمت الأول سين والتاني ضعفه يبقى اتنين سين مجموعهم بخمستاشر فجمعتهم وسويتهم بخمستاشر كده بقيت معادلة أقدر أحلها عادي هجمع السينات سين واتنين سين يبقى ثلاثة سين ونسويهم بخمستاشر هكسم هنا على الثلاثة وهنا على الثلاثة خمستاشر على الثلاثة فيها الخمسة الخمسة دي اللي هي قمت السين هو مش عايز السين هو بيقول لي أوجد العددين يعني عايز العدد الأول والعدد الثاني أقول له العدد الأول هيساوي والعدد الثاني هيساوي الأول إحنا سمناه سين والسين طلعت بكام طلعت بخمسة إبه العدد الأول بخمسة العدد الثاني كان اسمه اثنين سين يعني هضرو باتنين في السين السين عندنا بخمسة فهضرو باتنين في الخمسة هتساوي عشرة ابل اول بخمسة والتاني بعشرة عايز تتأكد واجل لك مجموعهما خمستاشر لو جمعت خمسة زاد عشرة هيدي خمستاشر السؤال الرابع بيقول لي عددان اصغر هما اتنين سين واجبر هما خمسة سين يعني هو هنا مسميهم جاهز مريحن ان انا هفرض شاولنا هفرض ان العدد الاول والعدد التاني هو فرض له جاهز الكلمة اللي هصنع منها المعادلة بيقول لي والفرق بينهما خمستاشر عايز العددين كلمة الفرق بينهما يعني لما نترحهم من بعض لما نترحهم من بعض بخمستاشر عايز كل عدد لوحدين طيب هو هنا كدت الخيره فرض للعددين واحد اسمو اتنين سين واحد اسمو خمسة سين عايز اكون المعادلة على طول هنكونها من الكلمة دي الفرق بينهما خمستاشر يعني لما نترحهم من بعض يدينا خمستاشر بس سترح الكبير نجس الصغير أنا لما حب أعرف الفرج بين حاشتين أطرح الكبير ناجس الصغير فكلمة الفرق بينهما أقول له خمسة سين ناجس اثنين سين مدين الفرج بينهم كام خمستاشر كده عملنا معادلة نحلها عادي خمسة سين ناجس اثنين سين ثلاثة سين ونسواها بالخمستاشر هنقسم هنا على الثلاثة وهنا على الثلاثة ثلاثتها طروق خمستاشر على الثلاثة فيها الخمس دي قيمة السين أنا عايز العددين عايز العدد الصغير والعدد الكبير العدد الأصغر يساوي والعدد الأكبر يساوي الأصغر كان اسمه 2 سين يعني 2 في سين السين جبناه ب5 فهدرب 2 في 5 بعشر الأكبر اسمه 5 سين يعني هدرب 5 في السين 5 في 5 25 عايز تتأكد واجل الفرج بينهم 15 لو طرحت 25 نقص 10 هتديك 15 السؤال الخامس بيجل سلاسة أعداد فردية متتالية 3 أعداد فردية وربعة مجموحهم كلهم 15 عايز الأعداد نقولنا الأعداد الفردية والأعداد الزوجية كل ما نروح بنزيد 2 كل عدد فرد بيزيد عن الجبليه ب2 طب هما 3 أعداد هسم الأول اسم والتاني اسم والتالت اسم الأول دايما هسمي سين العدد الفرد اللي بعديه زيد عنه ب2 فاسمه سين زاد 2 العدد اللي بعديه زيد 2 كمان باسمه سين زاد 4 دي الأعداد سين وسين زاد 2 وسين زاد 4 كده أنا فردت الأعداد عايز أعمل معادلة أعملها من الكلمة دي بيقول لي مجموحهم 15 يعني لما أجمع الثلاث أعداد دول هيساوي 15 فأنا أجمعهم كلهم العدد الأول أنا سميته سين والتاني اسمه سين زاد 2 والتالت اسمه سين زاد 4 مجموحهم كله يساوي 15 فأنت في الأول لازم تفرد الأعداد صح تاني خطوة تعمل معادلة صح لو عملت الخطوطين دول لنبقى سهل هنجمع المتشابه عندي سين وسين وسين يبقى 3 سين موجة باتنين وموجة باربع يبقى موجة بست وسويهم ب15 أود الستة بعكس الإشارة يبقى 3 سين بتساوي 15 نظر الستة هتساوي 9 هكسم على الثلاثة وعالثلاتة يبقى السين بتساوي 9 الثلاثة فيها الثلاثة دي قمة السين احنا عايزين الأعداد عايزين العدد الأول والعدد الثاني والعدد الثالث الأول عندنا اسمه سين وسين طلعت بتلاتة يبقى الأول بتلاتة الثاني اسمه سين زاد 2 السين هجم عليها 2 السين بتلاتة لما هجم عليها 2 بخمسة الثالث اسمه سين زادة أربعة السين بتلاتة للمجمع لها أربعة تبقى سبعة أو انتهت الأول وزود اتنينات الأول بتلاتة زود اتنين تبقى خمسة زود اتنين تبقى سبعة أعيز تتأكد من حلك وقال لك مجموحهم خمستاشر اجمع تلاتة وخمسة تمانية تمانية وسبعة خمستاشر السؤال السادس بيقول لي زويتان متتامتان قياسي هما اتنين سين واثنين سين مجموحهم تسعين درجة الزويتان لو جمعناهم مع بعض الدين تسعين أما المتكاملتان كانوا مية وتمانين بيسميه للأولى اسمها اتنين سين والتانية اسمها اتنين سين مجموحهم تسعين درجة عايز منهم قيمة سين المتتمتان قلنا بتسعين يعني هاجمع الزويتين دول وسويهم بتسعين فانا هاجمع الزوية الاولى اللي هي اسمها اتنين سين زائد الزويتان اسمها اتنين سين مجموح actionable Economic وسويهم بالتسعين اللي هي الزويتان المتتمتان كده عملنا معادلة نحلها عادل اتنين سين واثنين سين تبب ربعة سين ونزل سالب 18 يساوي تسعين اسب بتربعة سين ود السالب طمانطاشر تببى تسعين زائد طمانطاشر 4 سين بتساوي 90 و 18 108 هكسم على الاربعة وهنا على الاربعة 108 على الاربعة فيها 27 اخر سؤال في الجبر مدينه مسلس ألف به جين فيه زاوية ألف اسمها 2 سين زاوية جين بسين وزاوية بها اسمها سين زايد 20 بيقول لي اوجد قيمة سين ده مسلس يعني مجموعة زاوية المسلس 180 فانا كده اقدر اعمل معادلة هاجمع زاوية ألف مع زاوية جين مع زاوية بي وساوهم هم 380 هنقوله بما ان مجموع زاوية المسلس يساوي 180 هجمع كل الزاوية اللي عندي هجمع 2 سين مع سين مع سين زايد 20 اللي هم 3 زاوية اللي في المسلس كل الزاوية دي هساويها ب180 كده عملنا معادلة نجمع عادة 2 سين وسين يبه 3 سين وسين كمان يبه 4 سين ونزل العشرين منفحش اجمعها معاهم وسواها ب180 ودى العشرين يبه 4 سين بتساوي 180 نجس عشرين يبه 160 هجمع على الاربعة وعلى الاربعة 160 على الاربعة فيها الاربعين دي قيمة سين اللي هو عايزها المطلوب التاني عايز زاوية المسلس يعني عايز زاوية ألف لوحديها وزاوية جيم وزاوية به جيم سهلة على طول جيم اسمها سين وسين طلعناها باربعين يبه قيمة جيم باربعين لو عايزين زاوية ألف ألف اسمها 2 سين يعني هضره ب2 في السين 2 في 40 ب80 لو عايز زاوية به البيه اسمها سين زايد 20 السين اللي عندنا باربعين 40 زايد 20 هتساوي 60 درجة زي ما قلت في أول الحصة الدرس ده حتى لو تلقى لازم تذاكره عشان هينفعنا في تانية و تالتة كده احنا خلصنا الجبر كله جاعد لنا حصة واحدة بس في الإحصة وبعدها هنبدأ في المراجعات على طول نشوفكم هناك إن شاء الله